اهلا وسهلا فيكم بقناة الموصوع الهندسية لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة تخلوكم معنا دائما معكن انا المهندسة نجلة سنقوم اليوم بتصميم كرسي خشب زان على برنامج الصوليد وورك سنقوم باستخدام تعليماتي السويب باص وسبليت نفتح سكيتش في المستوي فرونت بلين من لاين نقوم برسم خطين متعامدين نقوم برسم دائرتين نحدد الدائرتين ونضغط تانجنت نحدد الدائرة السفلية مع الخط ونضغط تانجنت نحدد مركز الدائرة مع نهاية الخط من Smart Dimension نقوم بتحديد الأبعاد نقوم بسحب الخط إلى نهاية الدائرة نقوم بقص الأجزاء الخارجية أصبح الشكل جاهز من فيتشر نختار Revolved Bus نحدد الخط للدوران حوله أوكي نفتح سكيتش في المستوي فرونت بلين نقوم برسم ثلاث خطوط مائلة في القسم العلوي ثم نرسم ثلاث خطوط أفقية في القسم السفلي والذي هو قاعدة الكرسي من Smart Dimension نقوم بتحديد الميل بين الخطوط المائلة ثم الجهاز اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة